السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد كنشكركم جزيل شكرا على حسن المتابعة ودائما كنرحب بكم على قناة سعاد تيفي اليوم شاء الله غادي نتقسم معاكم مسمنا حلوة معمرة بالكوكو بطريقة زوينة بزاف بطريقة اللي سهلة مرقة وشيشة ورائعة جدا نتمنى شاء الله تبعوها معايا باش تعرفوا على المكونات وطريقة تحضير فبسم الله وعلى بركة الله على بركة الله غادي نحتاجو كأس من الماء الدافئ ما يعدل 150 ميلي لتر غادي نوضعو على الماء الدافئ رشة خفيفة من خميرة الخبز غير شيشة خفيفة ما تكتروش ما بغيناش العجين يخمر بغينا غير العجينة تجيناه شيشة وتجيناه زوينة معلقة صغيرة من السكر اللي ممكن تعودوها بمعلقة صغيرة من العسل معلقة صغيرة من الزيت النباتي رشة من الملح او قبيصة ديال الملحة ما تكتروش بزاف غادي نوضعو ايضا نصف كأس من الفينو او السميد الناعم جدا او دقيق سبيسيال اذا ما ما توفرش غادي تعاوضوه بالدقيق العادي او الفرص العادي ملحة صغيرة من خميرة الحلويات غادي نخلط السوائل مع نصف كأس ديال الفينو قليلا وغادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا غادي نبدو نضيفه الدقيق تدريجيا ما نضيفوه شمرة واحدة نضيفوه وحنا كنجمعو العاجين بنسبة للمجموع ديال الدقيق فالعاجين رفدت ليه جوش كؤوس وانيس ممكن ترفد ليكم اقل بشوية او اكتر بشوية كنجمعو العاجين وكندلكوها قليلا غير بيدينا هكا غير كنديوها ونجيبوها ومباشرة غادي نحطوها على سطح العمل ونقسمو العاجين ديالنا انا قسمت العاجين الى ثلاثة ديال الكويرات غادي نشكلهم يكونوا قد بعضهم هنا باش ربحو الوقت مرتحناش العاجين المرة الاولى رتحناها غا رتحوها ان شاء الله من بعد ما نكوروها باش كنربحو الوقت غادي مبعد ما ما كورتهم غادي ندهان يديا بالزيت وغادي ندهال الكويرات من برا اما في الاول حاولت نقسمهم بلا ما نعمل الزيت باش اللي عجينة من الداخل كتبقى مزيانة وكتجي متماسكة ما كي قطع الناشي الزيت غادي نغطى بالسلوفان ونخلي الكويرات علاجانة بيرتاحوا ليه المدة ديال عشر حتى الخمستاشر دقيقة وغادي ندوب الزبدة فدوبت ستين غرام ديال الزبدة خلطتها مع الزيت وغادي نوضع ملعقة ديال الناشا غادي نخلطهم قليلا اذا ما ما تفرش الناشا استغنوا عليها او عوضوها بخميرة الحلويات والكويرات كيف كتشوفوه في هاد الاثناء ارتاحوا بمزيان دابا غادي ندهن سطح العمل بالزيت كان اكد سطح العمل غادي ندهنوه بالزيت ونطلقوا الكويرات ديالنا ومن الواسط غادي نورقوه بالخليط ديال الزبدة والزيت مع الناشا ندهن هكا واحد دهنة خفيفة بالخليط بالنسبه للعجينة فهي عجينة زوينة وخط تقطع ماشي مشكل بالنسبه هي ما كتتقطعش لكن اذا طلقتوها مثلا بسرعة او لا مثلا قصتوها بيديكم فحلا كتتقطع واحد شوية ولكن من بعد قططوها ما كتبقاش بينه سنطوي الكويرات بالشكل ديال المسمنة عادي جدا هي كنحاولو نجبته باش كي يجينا المسمن ديالنا ارقيق كنطلق مزيان مزيان ودائما ركزوغي على الجوانب من بعد دهنو بزبدة والزيت وطويه بالطريقة ديال المسمن العادي جدا سنحط المسمنة الاولى على جنب ونأخذ الكويرات الثانية ونطلقها بنافس الشكل اللي طلقت الاولى ولكن ما غاديش نطويها في هاد الاثناء دابا من بعد ما كنطلقوها كندهنوها بالزبدة والزيت مع الناشا ما غاديش نطويها غادي نحط المسمنة الاولى وندهنها بالزبدة والزيت وغادي نطوي عليها يعني ما غاديش نطويها ببحديتها هاكا غادي نديرو بمسمنا وسط مسمنا وانطويو بهات الشكل ودائما قبل ما كنطويو كندهنو بالزبدة والزيت من بعد ما قديك المسمنا بهات الشكل غادي نحطها على جانب وغادي نطلق الكويرا ثالثة بنفس الشكل كنتلقو غير بالزيت لان الحل اولى الجو اذا كان بارد الزبدة كتلسق لنا في سطح العامل كتقطع علينا العاجين من بعد ما كنتلقو الكويرا كناخدو الخالد ديال الزبدة والزيت والناشا كندهنو العاجينة نحطو المسمنا ديالنا اللي عندنا وحدة وسط وحدة في الواسط وكنا عاودو نحطو فوقها الزيت والزبدة وكنطويو بهات الشكل ونحنا كنطويو كنجبدو بشكل جيد وقبل ما كنطويو ضروري كندهنو بالخليط ديال الزيت والزبدة اذا بغيتو تزيدو في الكمية ديال الناشا مثلا تدهنو وترشو نشا ممكن المسمنا ديالنا صبحت جاهزة يعني ما شاء الله مسمنا اللي كبيرة غادي نحطها على جانب غادي نغطيها بسلوف ونخليوها ترتاح واحد شوية بش تطلق لنا ان شاء الله بسهولة بش نعمروها عشرة ديال الضقايك تكون العاجينة تلقاها تراسها وضروري تكون مغطية نحتاجو هنا يا كاس ديال الكوكو اللي محمر ومهرمش اما تحيدو له القشور او لا تخليوها بالقشور دياله ومعلقة كبيرة مسكر غلاسي او لا سكر سقيل اذا ما عزيزاش عليكم حلا واستغنو عليها بالنسبة الكوكو هو الفول السوداني ممكن تعاوضوه باللوس اذا عزيز عليكم اللوس او اللام توفر عندكم اللوس ممكن تعمرو باللوس اذا ما متوفرش خدو غير الكوكو بالنسبة الكاس يعني كاس واحد تقريبا هكاك 150 غرام كان حمروه ونهرمشوه بغيتو تهرمشوه بقشورو هرمشوه بغيتو يعني تنقي واهم من القشور نقي واهم مش مشكي يعني القشور معنو مش شي دور كبير كان طلق المسمنا ديالي بشكل جيد وكان رققها على سطح العامل وكان ناخد القطع ديالي زبدة بنسبة هذي زبدة هذي زبدة اه تيال لعبار يعني زبدة من الحبش كتجي بنينينا اذا بغيتو ما تعملوها شي ما تعملوها شي وغادي ناخد الكاس ديال الكوكو اللي محمر ومطحون وغادي نخويه في الوسط ديال هذي المسمنا بهذا الشكل وما توصلوش للجوانب غير في الوسط على القيص ديال الصينية وغادي ناخد المعلقة ديال السكر غلاسي وغادي هكا يعني ان نوزعها فوق الكوكو وغادي دبان بدن نجمع العجينة وغادي نجمعها بواحد طريقة اللي ما غاديش نعاودو نطلقوها ديال العجينة يعني غادي نجمعوها مزيان وغادي نشدو على الكوكو بحيط الكوكو كيجينا في الوسط كحشوة وكيجي معلك وكيجي زوين ومسمنا ديالك تجي ممتازة وفي هاد الاثناء شو علو على الفران ديالكم حيط في المورقات الفران خصو يكون سخون بزاف بزاف كنطوي الجوانب بهاد الشكل وكنحاول نجبد العجينة بحيط ترقق ليه من الجوانب وكنطوي بهاد الشكل كنحاولو نجمعو ولكن نبقى محافظين لالشكل ديال المسمنة وتبقى ان المسمنة ديالنا مورقة من الوسط كنشدها كياني العجينة مرتاحة كتتمدد وكنحاولها كياني نصدها للمسمنة بهالطريقة طريقة اللي زوينا بزاف وكيجي المسمن ممتاز والحشوة ما كتخرج ما كتقطع عجينة غادي ناخدو اي صينية اللي ممكن تطيبو فيها انا غادي ناخد هات الصينية اللي قدها غادي تكون لمسمنة بالنسبة لهات الصينية غالبا ما القياس ديالها 29 على 19 سنتي غادي نحط لمسمنة بهالشكل وغادي نحاول دا نقرسها غير بالشوية ترقق ليه من الجوانب ما تخافوش نهائيا الحشوة ديال الكوكو ما كتخروش نهائيا وكتجي يعني الكوكو كيجي كيبقى في الواسط مباشرة من بعد ما كنسرح المسمنا في الصينية غادي ناخد الاسفر ديال البيض غادي نطربو قليلا وغادي ندهن به الوجه بشكل جيد مباشرة من بعد ما غادي ندهن الوجه بالبيض غادي ندخل المسمنا ديالي للفران اللي مسخن مزيان مزيان من قبل ومشعو الغير من الاسفل نار شوية مرتفعة ما يكونش النار هادية دائما في المورقات الفران يكون سخون والنار تكون متوسطة او مجهة شوية باش المسمن ديالنا كيتورق وكيجي مقرمش اذا كان الفران بارد وكانت النار من خافضة فغادي المسمن يجيكم قاسح وغادي يجيكم مجلد المسمنة ديالي خدت لي تقريبا عشرين دقيقة ما كتاخدش وقت طويل في الفران كتنفخ ما شاء الله وكتجي مورقة اذا شتوها يعني طابت من الاسفل انتفخت ونقص الحمورية من الوجه فازيدو حمروها فانا الفران غير مشعول من الاسفل طيبها من الاسفل وحمرها من على الوجه لكن كل الفران وطيابو من بعد ما تجبدوها ويبقى سخونة دهنوها بالعاسل ورشوها بالكوكو تزيين دائما كيبقى اختياري وعلى حساب الرغبة والمتوفر وهذا الشكل ديال المسمنة سنقسمها معكم تشوفوا قوام هاته كيجي من الداخل فكتجي رائعة شكلا ومداقا وقواما كتجي مسمنة اللي رائعة جدا كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها فعلا كتستحق التجريبة غتستمشعوا بها ان شاء الله وغتعجبكم وغتسهل عليكم وكندرب لكم ان شاء الله موعد فيديو اخر بحول الله مع وصفة او اقتراح جديد كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم نكون خفيفة ضريفة على قلبكم كنتمنى لكم دوام الصحة والعافية مرحبا باي تساؤل اي استفسار ومرحبا ايضا بتطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام او الفيسبوك سعاد بوانت تيفي فكنتمنى لكم دائما كل ما هو جميل ودوام الصحة والعافية دمتم في رعاية الرحمن